وضمن نفس السياق أعلنت دائرة الأراضي والمساحة عن إعداد مشروع ضمن مشروع قانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017 المحدد للقانون الصادر في العام 1958 لتسهيل عملية تقدير قيمة الأراضي لغيات استفاء الرسوم بعيدا عن الاجتهاد وبحسب بيان لدائرة الأراضي تم وضع نص يضمن إيجاد قيمة إدارية من خلال لجان تقوم بالتقدير مرة كل ثلاث سنوات على الأقل كما تم إجراء تعديل على الجهات التي تستحق الإعفاء من رسوم معاملات تسجيل الأراضي حيث تم شمول السفارات أو القنصليات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل نتيجة التطور الذي سيشهده سوق العقار الأردني في مجال التمليك وأعطى تعديل القانون مجلس الوزراء الحق بأن يعفي من رسوم تسجيل الأراضي بناء على تنسيب وزير المالية للمعاملات المتعلقة بمشاريع مؤسستي الإسكان والضمان الاجتماعي وجمعيات الإسكان التعاونية ومعاملات الإسكان الفردية أما فيما يتعلق برد رسوم التسجيل المسوفة لدافعيها عن المعاملات التي لم تكتمل إجراءاتها فقد أعطي تعديل القانون الحق برد الرسوم إذا كانت إحدى الدوائر الرسمية سببا في عدم إتمام المعاملة ترجمة نانسي قنقر